ساعات وينطلق العام الدراسي الجديد لتوجه تلاميذ الصف الأول الابتدائي الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري إلى مقاعد الدراسة أولا ثم يليهم باقي صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الاثنين ثم رياض الأطفال يوم الثلاثاء المقبل واستعدادا للعام الدراسي الجديد نفذت وزارة التربية متمثلة في وزيرها عدد من الجولات التفقدية على المدارس للتأكد من جاهزيتها والأعمال المنجزة وآلية سير العمل وخلوها مما قد يعكر انطلاقة العام الدراسي الجديد وتضمنت الاستعدادات انطلاق دورات تدريبية للمعلمين الجدد سواء من داخل الكويت أو من تم التعاقد خارجيا معهم إضافة إلى المعلمين الكويتيين الجدد وعلى صعيد المرحلة الثانوية يعود يوم الأحد أيضا 14.513 معلما ومعلمة من معلمين مرحلة الثانوية لعملهم ليكتمل عدد المعلمين في جميع مدارس التعليم العام والبالغ عددها نحو 800 مدرسة أما عودة طلبة المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة فسيكون في السابع عشر من سبتمبر الجاري لتكتمل بذلك عودة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة عام دراسي جديد ينطلق وأمل يتجدد في معطيات جديدة وإنجازات مأمولة أن تتحقق وبواقع تربوي مميز وغير تقليدي وبإمكانيات رصدت ترجمة نانسي قنقر